ولأني كنت أشارك في هذا الموضوع ذكرى الحقيقة فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا ذكرى عزيزة على كل الناس الحقيقة وكل الأهلوية المباراة دي تحديدا كانت واحدة من مباراة نادي الأهلي ضد النادي الصفاقسي واحدة من أهم وأفضل المباريات في تاريخ النادي الأهلي الهدف اللي أمام حضراتكو ده رج مش تونس بس رج تونس ورج مصر كلها ولما بتيجي تتكلم وبتسمع عن الحكاوي واللي حصل يوم هذه المباراة بتبقى سعيد جدا جدا وفخور جدا جدا بأن انت تنتمي لهذا النادي الكبير وهذا النادي العريق أبو تريكا طبعا كانت أولى المباراة اللي بيحرص فيها أبو تريكا أهداف ولكن فيه الدقائق الهامة جدا دي كانت الديها زي ما حضراتكم شايفين 91 وبالتالي فاز النادي الأهلي بالبطولة الأفريقية الأولى مع هذا الجيل البطولة الأفريقية الأولى مع هذا الجيل من اللاعبين كابتن أبو تريكا وكابتن بركات أو التاني أنا آسف كابتن أبو تريكا وكابتن بركات وكابتن وقل جمعة وكابتن شادي محمد وكابتن شديد إناوي كل الكابتن الكبار اللي كانوا بينتموا لهذا الجيل من اللاعبين وهذا الجيل العظيم داخل النادي الأهلي اللي دائما زي ما كنا بنتكلم وبنقول هو استكمال لأجيال كثيرة جدا جدا وهو ده اللي احنا تعلمناه هو ده اللي احنا عارفينه جوه النادي الأهلي الأجيال دايما بتتتابع لغاية لما بنوصل للجيل الحالي ولكن هي ذكرى سعيدة جدا جدا على كل الأهلوية وذكرى محبوبة أو كل الأهلوية بيحبوا هذه الذكرى الجميلة جدا